انعقدت الجمعية العامة العادية الأولى للشركة المصرية للصودة بحضور وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي عشرين ثلاثة وعشرين كما تم نعقاد الجمعية العامة غير العادية لاعتماد دخول مساهمين جدد بهيكل مساهمي الشركة وذلك نظرا لعوامل الجذب التي يتميز بها المشروع كأول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية في ظل وفرة المواد الخام الرئيسية لتلك الصناعة في مصر وهي ملح الطعام والحجر الجيري والأمونيا